يعني انت بتخيل 23 سنة هيقفاضل ايه في الكورة ده هيكسر كل حاجة في الكورة في كل الاركام اللي في الدنيا في ناس كده نهارده بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر يعني بل من جهام عنده 19 سنة ساكع على ما اتذكر عنده 21 او 22 سنة مين تاني لعيبة صغيرة في لعيبة شامنية هتلاقيه لعيبة صغيرة برضو اسماء كتيرة فودن 22 سنة تلاقي لعيبة كتيرة هي المؤثرة في كأس العالم صغيرة في السن صغيرة قوي في السن احنا عندنا يا جماعة عندنا انا مضطر اقولي الكلام ده كل شوية عشان نفضل نذكر بعض 23 سنة 24 سنة اللعب اللي عنده 23 سنة او 24 سنة بنقول عليه انه ان شاء الله يحاول ياخد الفرصة اللعيم ناشئ لسه قدامه كتير ما عندهش خبرات اللعب في المستويات دي خامة كويسة 23 سنة 24 سنة بنوع عليه خامة كويسة تمام الرجل كليا ما بدأ بيلعب على المستوى الاحترافي مع موناكو من هو عنده 16 سنة 16 سنة مباراة رسمية في الدول الفرنسي تاني ساركا بياخد الدوري معاهم ويواصل سيمي فاينال الدول الابطال اوروبا احنا بناخر قوي يا جماعة وافضل كل شيئا كرر دي والله ناستشوف كده لعب بيلعب في الآلي والزماك والاندية الكبيرة اللي في مصر عنده 17 سنة بيلعب اساسي ناستشوف منتخب مصر عنده لعيبة عندها 17 و 18 سنة انا قلت المعلومة دي تاني بس اقررها كالوس كيروش لما كان موجود مع منتخب مصر كان عايز يدخل لعيبة صغيرة جدا في السن للمنتخب الاول منهم عمر سيد معوض لعب منتخب الناشئين عايز كان يغير من جلد المنتخب والاعمار السنية خد بالك انا بقى شي بشي اذكر يعني احنا منتخب مصر معدل اعمار كبير محمد صلاح كسر التلاتين محمد الحيازي كسر التلاتين طريق حامد كسر التلاتين محمد النني كسر التلاتين محمد الشناوي كسر التلاتين بكلامك على القوامل الاساسي منتخب مصر فده معدل اعمار كبير وده طبعا شغل روي فيتوريا الفترة اللي جاية انه ينزل بمعدل اعمار ده شوية محترمين يعني عشان معدل اعمار الكبير ده مش بتاع مستقبل بتاع يومين يمشه لنا حالنا كده وبعد كده لقى المستقبل ظلمة عشنا الفترات دي لو تفتكروا جيل 2006-2008-20010 بعد الجيل ده فجأة احنا اكتشفنا ان احنا ما عندناش لعيبة فجأة ليه؟ عشان ما كانش فيه بلان فيها تصعيد لعبين صغيرين يلعبوا ويشتغلوا التفاصيل مش هنرجع لها يعني السلام تنزل بمعدل الأعمار منتخب الأمريكي معدل أعماره 23 سنة منتخب الغاني معدل أعماره 24 سنة منتخب الأمريكي بيجاهز بيجاهز للمنديال اللي جاي 2026 طب هم بيعملوا كده ليه؟ عشان 2026 لما البطولة ينظموها يشتغل بكامارة منتخب الأمريكي ينظموها ويجتهدوا وينفسوا ويحققوا مكانة كويسة خطة طويلة الأمد احنا عادة بنبص تحت ريجلين وعادة زي ما قلت لك كده بنتعامل مع اللعيبة الصغيرة دي لا دا لسه بدر عليه دا لسه بدر عليه قوي ايه عام 17 سنة تعيزنا لعيب لعيبة عنده 17 سنة وقعد واحد عنده 75 سنة عيب اللي عنده 75 سنة دوت هيدايل اللي قعد على الدكة الواحد عنده 17 سنة فكرة دا لازم يتغير احنا عمين نفرج على الحاجات دي يا رب نطلع من كاسي العلم دي كم او مش كاسي العلم ده بس بصراحة اللي قابله اللي قابله كان فيه كذا حاجة ممكن ناخدها ومخدناش بس اللي علا هو عسى اللي علا هو عسى عشان الواحد ما يبقاش كايب بس